كلاب النار الذي يبحثون عن مصالحهم يطلعون الشباب المراهق يصدرون مع رجالهم ويتفاوضون من تحت الطاولة وكل شيء بثمنه عطي التنقل من فقد بعض حقه حال وجود الأمن سيفقد كل حقه حالا عدام الأمن والواقع يشهد لا أحد يقول غير ذلك تفقد بعض حقوقك وأنت في أمن وعافية ورخاء أشعل فتنة لتأخذ الحق الذي تريده بعض حقك النتيجة ستقوم فتنة وثورة ومهلكة سيختلط الناس وسيضعف الأمن وربما ينعدم الأمن وتفقد كل حقوقك عندك مشكلة في حذية الرأي كما تقول أيها المفكر غدا ستصبح عندك مشكلة في الخفز عندك مشكلة في الوظائف والبطالة غدا عندك مشكلة في العرض عندك مشكلة في حقك من العلاج والمشاركة السياسية كما يقول بعض الناس غدا عندك مشكلة في حقن الدم بعض حقك فقدته وأنت في أمن إذا اهتز الأمن فقدت حقك كله ولذلك تأمل واقع البلدان التي اشتعلت فيها الفتن يا أخوان أرادوا مشاركة سياسية أرادوا حرية رأي أرادوا وظائف أرادوا أموال وخيرات أرادوا خدمات يوم قامت الثورة ترى ما عندي يفكرون في هذا ما يفكرون فيه العرف الخبز الكحرباء ما بعد الوظيفة التي أنت مستاء من قلة راتبها ووقف الراتب خلاص أنت مستاء من مبلغ معين وقفنا عليك يلا هاي ثورتك افرح بالثورة الآن افرح ولذلك من وصايا بن عمر رضي الله عنه يلزم أمر الجماعة وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم استحق أن نستمع لهذا الشيخ الداعية بندر بن نايف وكلامه لم يتبع سياسة كلاب النار اللي يوم وصفهم الرسول وصف الخوارج بكلاب النار اليوم احنا نعيش بأمن وأمان نعم لدينا فساد وعندنا حكومة ضعيفة وعندنا تجار مال سياسي فاسدين وعندنا ناس يتصارعون هالمطلوبة لننضم لها الفريق ولهذا الفريق شماله انضموا لفريق حب الكويت وبناء الكويت هذا الأصل نحافظ على هذا البلد نتعلم من الرعيل الأول شون بنوا الكويت يليت تعلمنا منهم شون عشقهم وهم يوم فقر كانت النفوس صافية لكن اليوم دخل علينا منهج كلاب النار يبون مصالح يبون خير الكويت أنا أسأل كلاب النار أو المستاسيين يطلعون بالشواء يطلعون بالشوارع تعتقدون رجال الأمن الحرس الوطني ولا القوات الخاصة ما يقلون يقبضون عليهم دولة كبيرة لكويت تركوهم